هناك صخرة تحركت في منطقة الدويقة في منطقة الزرايب في إطار المقطم هذه الصخرة عندما حدث بها شروخ وعملية لعدم الاستقرار لهذه الصخرة الضخمة كان يمكن أن تتكرر تجربة 2008 بشكل مماثل لكن نظرا لأن الدولة غير الدولة الدولة غير الدولة المشهد غير المشهد الإجراءات غير الإجراءات الحمد لله تم إنقاذ الموقف تم تدارك الموقف ما قامت به الدولة من إنشاء وحدات سكنية لنقل العشوائيات من هذه المناطق إلى حي الأصمرات كانت بمثابة محاولة جادة وجريئة لإنقاذ كل هؤلاء السكان الناس اللي بتقول إحنا استفدنا إيه من العشوائيات بقول لولا ما تم إقامته في منطقة الأصمرات من عمارات سكنية تستوعب هؤلاء المصريين اللي سكنين في العشوائيات كان كل دول أصبحوا ضحايا لولا هذه الإجراءات الحاسمة اللي اتخذتها الدولة كان كل هؤلاء سيكونون من الضحايا ده المشهد دي الصورة لحي الأصمرات اللي الدولة جهزته لكي يستوعب هؤلاء المصريين اللي متوجدين في بيئة غير صالحة للعيش أو السكن النهاردة زي ما قال خالد عبد العال محافظ القاهرة منعنا تكرار كارثة 2008 في الدويئة والأداء الحكومي يدرس الإجراءات الحكومية اللي اتخذت اليوم في الدويئة كانت بمثابة خريط الطريق لكيف يتم إدارة الأزمة ترجمة نانسي قنقر